بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسلم تابعين الكرام أهلا وسلم قلي باسمعني لأول مرة معكم من الصفاء قناة تيوك اللي باسمعني لأول مرة وعجب الفيديو ما ينساش تشترك وفعل القرس حب أعرفوني في قناة ثانية اسمها يتيوك معرفة تابعونا على القناتين واشتركوا في القناتين القناتين بنزل فيهم تعبير وإنشاءات ووضعيات وحلول وتلخيص دروس وباقي محتوى القناة لا تنسوا اللايك وقومن تحيلوا القناة إذا أعجبكم الفيديو اليوم تعبير عن وصف عدات التقاليد الجزائر وتفسير الأسباب التي أدت إلى الانفكاك التدريج من العداد والتقاليد نمط المستخدم تفسير وصفي مع توظيف جملة بسيطة ومركبة نبدأ نقدم تروبيات العدات والتقاليد هي كل شي جميل ورثناه عن أجدادنا كل شي جميل ورثناه عن أجدادنا والذي يعبر عن سلوكيات وقيم وأخلاق تسخر العرض تسخر أترك بيات هنا أترك بيات تسخر الجزائر بالعديد من العدات والثقافات الموروثة عبر الأجيال وفقا لتعليم الدين الإسلامي ويقول العلامة ابن باديس شعب الجزائري مسلم وإلى العربة ينتسب أو ينتمي الشعب الجزائري دائما يريد أن يعلم أبنائي غرس العادات والطباعة الجميلة التي أخذها من أسلافه مثل فعل الخير واحترام الغير فعل الخير واحترام الغير والأدب والأخلاق وحب الثقافة وكذلك تقديم المساعدات وغير ذلك ولكن في وقتنا الحالي نجد هناك البعض كالشباب لا يهتمون بالالتزام بالعادات بل يريدون التحر والابتعاد عنها أو نقول بل يريدون الانسلاخ منها الانسلاخ يعني التحر والابتعاد لأسباب عديدة منها البعد عن الدين وفساد الأخلاق وبالإضافة إلى عدم استحضار العقل وبالإضافة إلى عدم استحضار العقل عند التفكير والتقليد من الغرب حيث يجعل هنا يجعل الشباب حيث يجعل الشباب الغرب يجعل الشباب الغرب قدوته الأولى يقلده تقليدا أعمى ونرى البنات الجزء ده ممكن تضفوه يمكنكم إضافته ويمكنكم يعني حس فيه وعدم إضافته يعني لكم مطلق الحرية ونرى البنات تتجولنا بلباس ضيق ممكن نضيف بلباس ضيق لا يغطي الجسم كعارضات الزياء والأولاد كالمتشردين سراويل ضيقة وقبعات مقلوبة وقصات شعر غريبة كل ذلك يؤدي إلى فساد الأخلاق الذي يؤدي إلى فساد المجتمع خاتمة أترك بيات وخلاصة القول العادات والتقاليد يتأثر بها الإنسان ويؤثر بها على مجتمعه والالتزام بها تجعل مجتمعنا متقدما وملتزما بديني أضع نقطة في نهاية التعبير التعبير يبدأ ببيات ببيات وينتهي بنقطة نترك ببيات في بداية الخاتمة زي ما قلت لحضراتكم لو تريدوا يعني تلخيص يمكنكم حسف هذه الصطور تحزفوها فيها مؤشرات النمط الوصفي تشبهات تعبير عن وصف عادات الجزائر والتقاليد الجزائر جزء الأولاني عادات تقاليد الجزائر يريد أن يعلم أبناء غرس العادات الطباعة الجميل التي أخذها من السلف مثل فعل الخير احترام الغير والأدب والأخلاق وحب الثقافة وكذلك تقديم المساعدات وغير ذلك حنفسر الأسباب التي أدت إلى الانفكاك للعادات والتقاليد من أول هنا ذكر الأسباب ولكن في وقتنا الحالي نجد هناك البعض كالشباب لا يهتمون بالالتزام بالعداد بل يريدون التحرر والابتعاد عنها لأسباب عديدة منها البعد عن الدين فساد الأخلاق بضافة إلى عدم استحضار العقل عند التفكير تقليد من الغرب كل ذلك أسباب تمام قدوة جعل الغرب قدوته جعل الغرب قدوته الأولى يقلده تقليدا أعمى النمط المستخدم تفسيري وصفي الوصف لدينا الطباعة الجميلة غرس العداد تعذير مجازي موروسة لدينا أيضا فعل الخير احترام الغير محسن بديعي أيضا الوصف كعارضات أزياء الأولاد كالمتشردين مواشر نمط وصفي تمام التفسير هنجده أفعال مضارعة التفسير هنجد الأفعال المضارعة تعريف تعريفات ضمائر تعريفات وفرد تعريفات الضمائر فعل المضارع جمع الخبرية مثلة بفسر ولكن تفسير بل تفسير منها أسباب لأسباب عديدة منها تفسير بالإضافة إلى تفسير أيضا يجعل فعل مضارع ونرى كل ذلك يؤدي خلاصة القول تفسير تأثر فعل مضارع تجعل فعل مضارع أما عندنا توظيف الجملة البسيطة والمركبة الجملة بسيطة عندنا تسخر الجزائر بالعديد من العادات والتقاليد جملة بسيطة تسخر الجزائر بالعديد من العادات والتقاليد نضع نظل نظل تسخر الجزائر بالعديد من العادات والتقاليد دي جملة آآ بسيطة. عندنا ايضا جملة المركبة. الشعب الجزائري يريد ان يعلم يريد ان يعلم ابنائه. جملة مركبة. تمام? في عندنا ايضا اعتقد ان احنا انتعينا. يبقى الجملة الجملة البسيطة والجملة المركبة. وهنا برضو في جملة بسيطة العادات والتقاليد يتأثر بها الانسان. جملة بسيطة. بسيطة. اشكركم على حسن الاستماع. اترككم في رعاية الله. كانت معكم الصفاء قناة تيوك. لا تنسونا باللايك. اذا اعجبكم فيديو او استفاتكم الفيديو او اخذت جزء من الفيديو. يربي الفيديو يعجبكم. ويكون كتبته بطريقة صحيحة. اه. مثلما طلب عندنا. انا ليس لدي او ليس معي التعليمة السند والتعليم والصياق اه. لا اعلمها. ولكن يعني من خلال طلب احد المتابعين كتبها لي في التعليقات. يربي يكون كتبته بطريقة صحيحة. اراكم في الفيديوهات القادمة. واترككم في رعاية الله. كانت معكم مصطفاء قناة تيوك. لا تنسونا باللايك. وكمنتك حلو. مع السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.